أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق وحبيب الحق وعلى آله وصحبه أخص منهم أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمانا ذا النورين وعليا أبا الحسنين وعلى أزواجه الطاهرات العفيفات أخص منهن الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله المبرأة من السماء وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمع درس جديد من هذه الدروس الحديثية المنيفة وموضوعنا يتعلق كما بينا في الدرس السابق بامرأة لا كالنساء وأم لا كالأمهات ألا وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها فهي راوية الإسلام وهي فقيهة الإسلام وقد روت أحاديث كثيرة رضي الله عنها وأرضاها وكانت راوية وكانت فاقيهة وعلمت الصحابة وردت على كثير من أهل العلم حتى أن الإمام الزركشي رحمة الله عليه كتب كتابه الماتع الإجابة لإيراد ما استدركته أم المؤمنين عائشة على الصحابة رضي الله عنهم وكنا تناولنا بالدرس والتحليل فيما سبق حديثا بيّنت فيه أم المؤمنين رأيا وهو حديث يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود واعترضت أم المؤمنين على الحديث وبيّنت أنها كانت تعترض رسول الله وهو يصلي فما قطع الصلاة ولا ردها والعلماء منهم من أول الحديث فقال يقطع الصلاة أي يقطع خشوعها والإقبال عليها ومنهم من بيّن أن الحديث منسوخ ومنهم من رده بناء على رأي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها حين قالت لا يقطع الصلاة شيء فأم المؤمنين لازمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وروت عنه ما لم يعلموا غيرها فكثير من الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إلى أم المؤمنين من خصائصها رضي الله عنها أنها كانت شابة صغيرة وصغر السن مضنة للحفظ وكانت ملازمة لرسول الله ملازمة الزوجة لزوجها وعلمت من أسراره ومن أمور البيت ما لا يعلمه غيرها من الصحابة رضي الله عنهم وهي أحاديثها من خصائصها أنها متعلقة بالأسرة ومتعلقة بالأحكام فهي فقيهة الإسلام وهي راوية الإسلام وهي أم المؤمن رضي الله عنها كانوا يرجعون إليها في كبائر الأمور وعظائمها وفي صغائرها رضي الله عنهم وأرضها ودرسنا اليوم يتعلق بحديث آخر من الأحاديث النبوية الشريفة التي بيّنت فيها أم المؤمنين رأيها ووضحت رأيها فيه والحديث مروي في الصحيحين وفي الموطأ وغيرهما الحديث يقول الشؤم في ثلاثة الشؤم في ثلاثة في المرأة والدار والفرس وهناك روايات كثيرة للحديث الشؤم في ثلاثة الحديث أولا هذا الحديث مخرج في البخاري وفي مسلم وعند الإمام ملك في الموطأ وهذه الكتب الصحاح هذه الثلاثة في أعلى درجات الصحاح بل إن الإمام البخاري رضي الله عنه ورحمه أخرج هذا الحديث في غير موضع تعرفون أن البخاري يكرر الحديث ويرويه في أبواب مختلفة رضي الله عنه وأرضاه وإذك قال الناظم قالوا لمسلم فضل قلت البخاري أعلى قالوا المكرر فيه لما أرادوا أن يقارنوا ويوازنوا بين البخاري ومسلم قالوا لمسلم فضل قلت البخاري أعلى قالوا المكرر فيه فيه مكرر قلت المكرر أحلى المكرر أحلى لماذا المكرر أحلى طبعا التكرار في الأمور مذموم إلا إذا كان لفائدة فالإمام البخاري لا يكرر في صحيحه إلا هادفا لفائدة إذا رأيت الإمام بخاري يكرر الحديث فاعلم أن هناك فائدة ما إما فائدة في السند وإما فائدة في المتن وإما فائدة في الحكم المصنبط الإمام البخاري لا يكرر عبثا إنما يكرر قاصدا قاصدا هدفا من الأهدف إما فائدة إسنادية وإما فائدة متنية وإما فائدة في الحكم المصنبط فائدة إسنادية معنى أنه يكرر الحديث بسند آخر وهذا يقوي الحديث معنى أن الرجل له رواية الحديث من طرق متعددة وهذا يقوي الحديث إذا إما فائدة في السند أن يريد الحديث من طرق مختلفة وإما فائدة متنية بحيث يريد لك نفس الحديث ولكن بمتن آخر بإضافات بشروح بتوضيحات وهذه الأمور تكون مهمة أثناء الصنباط الأحكام فإذا كرر الإمام البخاري الحديث فإما فائدة إسنادية أو فائدة متنية أو فائدة في الحكم المصنبط فالإمام البخاري أخرج هذا الحديث في غير كتاب أخرجه في كتاب الجهاد والسيار وأخرجه في كتاب النكاح وأخرجه في كتاب الطبف مرتين وكل مرة يأتي بسند جديد أو متن جديد أو حكم مصنبط جديد فالحديث على كل حال الحديث في أعلى درجات الصحة هو في البخاري هو في مسلم أيضا الإمام مسلم ذكره في كتاب السلام باب ما ورد في الطيارة والفعل ذكره أكثر من سبعة مرات الإمام مسلم يكرر الحديث لكن في نفس المكان يقول وفي رواية أخرى وحدتنا فلان ليس كالبخاري البخاري يفرق الحديث في الكتب والأبواب فذكره في كتاب الجهاد في كتاب الجاد السير ذكره في كتاب النكاح مرتين ذكره في كتاب الطب مرتين أما الإمام مسلم فجمع روايات مختلفة في مكان واحد ولهذا الناس كثير من المغاربة يفضلون مسلما لسهولة التعامل معه تنازع قوم في البخاري ومسلمين فقالوا أيدين تفضلوا أو تقدموا قلتوا لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم مسلم في حيث التبويب والتبتيب رائع فالحديث في البخاري وفي مسلم وفي الموطة لكن ما قول العلماء في هذا الحديث إن أحاديث رسول الله هذا الحديث وأحاديث رسول الله تحتاج إلى إنعام نظر إلى حسن تأمل وإن لا وقعنا في الخطأ وفي نسبة أشياء إلى رسول الله رسول الله منها براء وكما تلاحظون الشؤم في المرأة والدار والفرس أو الدابة هناك روايات طبعا هذا المعنى الظاهر المتبادر إلى الدهن لا يصح لا يمكن أن يكون الشؤم في المرأة ولا يمكن أن يكون الشؤم في الفرس وقد وردت أحاديث صحاح تبين عكس ذلك ومن هذه الأحاديث الحديث الصحيح الواضح الصريح الذي يقول في رسول الله لا طيارة نفي هذا نفي نكرة في سيق نفي ويفيد العموم لا طيارة الطيارة فعالة كالكلمة أو الشؤم يهمز ويسهل يقول الشؤم ويقال الشوم الشؤم هو نوع من التطير من شيء وقد ورد هو يقال هو النحس كما ورد في القرآن يا من نحسات وفي قراءة حفص نحسات فورش عندنا نحسات قالوا أي مشائيم دوات نحوس أي يتطير منها لا تقبله النفس تنفر منها النفس طيب كيف الطيارة ما أصلها أصل الطيارة من الطير قديما في الجاهلية كانوا يسجرون الطير وكان إذا تحرك الطير إما أنه يمضي في عمله الرجل إما يمضي في عمله أو يتراجع بناء على حركة الطير يقولون السوانح والبوارح السانح والبارح السانح كان يخرجون حين الطير يمر من شمالك نحو يمينك تقول هذا السوانح يستبشرون فإذا مر الطير من اليسار من شمالك من على شمالك إلى اليمين يسمونه السانح يفرحون به يتفائلون به ويستمرون في عملهم أما إذا طار الطير من اليمين نحو الشمال يتشاءمون فإذا كان على سفر يرجع وإذا كان يريد غرضا توقف عنه هذا هو التطير اشتغال بالطير وبحركة الطير فيسمون السانحة والبارح وإذا كان يقول في المثل فرصة سانحة فرصة سانحة لأن كان يسمون السانحة لأن أثناء الصيد يسهل عليهم صيد الطير الذي يمر من اليسار إلى اليمين أما من يمر من اليمين إلى اليسار يصعب صيده فيتشاءمون منه لكن العرب في الجائلية لم يكتفوا بالطيور بل عمموها فأصبحوا يتطيرون من الطيور ويتشاءمون من الطيور ومن الأوقات ومن الشهور ومن الإنسان ومن الأعور ومن الأعضب ومن الأبتر أصبح لهم شغال بهذه الأمور فكانوا إذا رأوا أعورا يتشاءمون ويرجعون السواد يتشاءمون منه ويرجعون الأبتر يعني مقطوع الذنب ولذلك قال الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر الأبتر يقتض بفي الدواب مقطوع الذنب وفي الإنسان يقول من لاعق عقب له لأنه امتهموا رسول الله أنه لم يخلف ذكورا فقالوا إنه أبتر يعني سينقطع أثره وسينقطع خبره بعد وفاته لكن الله عز وجل قال إن شانئك عدوك الذي يشنأك ويكرهك ويبغضك هو الأبتر حقيقة ولا زال ذكر سيدنا رسول الله مذكورا إلى يوم الناس هذا صلى الله عليه وسلم فيتشائمون من الأبتر مقطوع الذنب ومن الأعضب الأعضب مقطوع القرن أو مشقوق الأذن يقال ناقة عضباء من الأعور ومن الأعضب ومن الأبتر ومن فيتشائمون من كل شيء كأن عقيدتهم في مهب الريح فلما جاء الإسلام بيّن لهم أن هذه الأمور مرتبطة بمولانا عز وجل وأن ما يقدره الله لا مفر منه سبحانه لا إله إلا هو فقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا طيارة ولا شؤم فبيّن بصغة العموم لكن ورد هذا الحديث يخالف الأصول ويخالف الحديث الصحيح ماذا نصنع كيف نتصرف مع هذا الحديث الذي يقول الشؤم في المرأة والدار والفرس وفي رواية إنما الشؤم في الدار والفرس والمرأة وفي رواية إن يكون الشؤم في شيء فهو في المرأة والدار والفرس يقول طير يخرج حين يقتل الرجل فهذا الطير يصرخ ويصيح ولا يبرد ولا يسكن حتى يؤخذ بتأري الميت فهذه كل عقائد جاهلية فالرسول قال لا طيارة ولا هام ولا صفر ولا ولا فعني نفى كل هذه الأمور إذن الرسول نفى كيف نقول الشؤم قال بعض العلماء لا طيارة هذا عام إنما الشؤم في الدار والمرأة هذا خاص وهذا رأي على كل حال مرجوح هذا تأويل هذا قول الأول أنه لا طيارة هذا على سبيل العموم الشؤم في المرأة خاص إذن لا طيارة ولا شؤم إلا في ثلاثة ما هي الثلاثة؟ هي المرأة والدار والفرس وكما قلت هذا الرأي مرجوح هناك رأي تاني قالوا إن قول رسول الله لا طيارة ناسخ ناسخ لقوله إنما الشؤم في المرأة والدار والفرس فالقول الأول منسوخ وأنتم تعرفون الناسخ والمنسوخ لذلك نحن نحتاج إلى علم هذا العلم هو ثن هذا العلم هو صنعة هو تخصص لذلك لا يمكن أن يتكلم فيه كل من هب ودرج لا بد من الرجوع إلى المتخصصين وإلا سنقع في الحيرة وسنقع في الإشكال وفي الالتباس إذا لم يكن معنا علماء يوضحون لنا فالقول الثاني أن لا طيارة ناسخ لقوله الشؤم في المرأة والدار والفرس هذا الرأي الثاني الرأي الثالث الرأي الثالث يقول إن حديث الشؤم في المرأة والفرس والدار والدار إنه كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إنما التطير على من تطير أنه لا توجد طيارة ولا يوجد شؤم ولا شيء ولكن من تطير حصل له ما يخاف منه إنما التطير على من تطير من لم يتطير لا يحصل له شيء ولكن من اشتغل بالطيارة ومن اشتغل بهذه الأمور حصل له ما يخاف منه إنما طيارة على من تطير وهناك من العلماء من أول الحديث تأويل الحديث قالوا الشؤم له معنى فالشؤم في المرأة هو عقمها وصلاطة لسانها هي أن تكون غير ولود وأن تكون صليطة لسان هذه المرأة المشؤومة أول الحديث والشؤم في الدار أن تكون ضيقة صغيرة وأن يكون الجيران جيران سوء فهذا هو شؤم الدار شؤم الدار صغر مساحتها ضيقها وسوء الجيران والشؤم في المرأة هي عقمها وصلاطة لسانها وعدم تجنبها لمقامات الرياب للريبة والشؤم في الفرس أن لا يغزى عليه أن لا يستخدم في سبيل الله لكن كما تلاحظون معي هذه التأويلات والتوجيهات للحديث كلها عليها ملاحظات وكلها لا تسلم بل هناك رأي آخر نريد أن نقف عنده وهو رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأمنا عائشة دخل عليها رجلان فقال لها إنه ما سمع أبا هريرة يروي فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في المرأة والدار والفرس فغضبت أم المؤمن غضبا شديدا تقول الرواية فطارت شقة منها أو شقة منها في السماء وشقة منها في الأرض غضبت غضبا شديدا قالت والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم أخطأ أبو هريرة ولم يحسن السمع وهنا نحتاج إلى وقفه نحتاج إلى وقفه كثير من الأحيان تقع بعض الأمور في رواية الحديث المشكل الذي حصل مع أبي هريرة قالت إنه أخطأ وفي رواية كذب أبو هريرة وكذب عند العرب من أخطأ ربما تسمعون حديث رسول الله حين جاءه صاحب المريضة فقال إن بطن أخي قد استطل فقال اسقيه عسلا فقال يا رسول الله قد سقط عزلا فزاد استطلاقا قال كذب بطن أخيك وصدق الله اسقيه عسلا كذب في اللغة العربي عند القدمة يفيد الخطأ الخطأ فأخطأ أبو هريرة كيف وقع الخطأ لأبي هريرة قالت إنه دخل وكان رسول الله يقول إن أهل الجاهلية كانوا يقولون الشؤم في ثلاثة فهو أدخل فأدرك جزءا من العبارة فقط أشدرك؟ ادرك الشؤم في ثلاثة ولكن أن الرسول لم يكن يروي كان يحكي عن أهل الجاهلية كان يحكي عن أهل الجاهلية فقال كان أهل الجاهلية يقولون الشؤم في ثلاثة فقالت أخطأ أبو هريرة وهنا يجب أن تعلموا أنه في مصطلح حديث نتحدث عن أن يتحدث الراوي بجزء من الحديث ربما العلماء ذكروا لها شروطا إذا لم تكن هذه الشروط لا يجوز الرواية ببعض الحديث كسمه العلماء التحديث ببعض الحديث الحديث ببعض الحديث يجوز لكن بشروط نحن نقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريقا إلى الجنة هذا ليس حديثا هذا جزء طرف من حديث طويل فيجوز إذا كانت المعاني واضحة لكن أحيانا حين تحدث ببعض الحديث يحدث مشكلة في فهم الحديث وهذا ما حصل لأبي هريرة والدليل على أنه وقع خطأ في الرواية أن الحديث مروي بعدة روايات لكن يمكن تقسيمها إلى قسمين رواية الجزم ورواية التعليق سأوضح رواية الجزم فيها الشؤم في ثلاثة فتجزم إنما الشؤم في ثلاثة هذا الرواية بالجزم مروية عن عبد الله بن عمر ومروية عن أبي هريرة تقريبا روايتان ورواية التعليق إشنا هي رواية التعليق إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدار والفرص إن يكن في شيء فسبعة رواية تقريبا عن سعد بن أبي وقاص عن أنس بن مالك عن أبي هريرة عن عبد الله بن عمر سبحان الله الذي روا رواية الجزم روا رواية سيغة التعليق ما هو معنى؟ إن كان الشؤم في شيء إن كان الشؤم حقيقة وواقعا في شيء فسيكون في المرأة والدار والفرص ولكن الشؤم غير واقع هذه رواية التعليق فرجح العلماء رواية تعليق على رواية الجسم إن يكوني إن يكون إن على افترض أنه سيكون سيكون في المرأة والدار والفرس وهو لا يكون ولا في الدار ولا في المرأة ولا في الفرس فلا تكون الطيارة بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيارة وهنا مثل هذه الروايات تسيء إلى المرأة وتسيء إلى الإسلام هذه الروايات يجب أن نعيد فيها النظر ونتأملها لأن بعد شؤون في الفرس ألم سمعوا قول الخيل معقود في نواصيها الخير وإذا كي يجب جمع الروايات في الموضوع إذا أخذت حديثا يتيما ستخرج بفكرة غير مكتملة ستكون النظرة قاصرة ستكون النظرة تجزئية هذه مشكلة كثير من المعاصرين بعض المعاصرين يفتح كتاب من كتب الحديث يجد حديثا يستله من سياقه ويخرج على الأمة بالتكفير والتفسيق والتبديع وهذه كارثة إذا أردت أن يكون حكمك حكما تاما مكتملا ناضجا لا بد من جمع الروايات في الموضوع الواحد بل قد تبتت أحاديث صحيحة في تكريم المرأة إن الأحاديث التي قد تنظر إلى المرأة لا تصح عن رسول الله وقد بيّنتم في درس سابق وأعيدها كثير من الروايات الواردة في المرأة لا تصح وبعضها يصح لكن قرأ قراءة المغلوطة إن الإسلام لا يميز بين الرجل المرأة في الكرامة إن أكرمكم عند الله أتقاكم ما قال لا ذكركم ولا أنتاكم لا كبيركم ولا صغيركم لا أبيضكم ولا أسودكم لا فضل لعربيين على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم أتقاكم ذكراً كان أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً أبيض أو أسود إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى الأشياء بل المرأة في الإسلام مكرمة كيف كان يتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المرأة كيف كان يجلها ويستشيرها ويحترمها إن الذي علمنا حب المرأة واحترام المرأة وتقدير المرأة هو سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذك أمنا عائشة كانت تقف أمام الرجال وتناقشهم قتلهم لا يصح كلام أبي هريرة إني سمعت رسول الله يقول يقول كان أهل الجاهلية فامرأة ترض وتعلم الناس وما الضير في ذلك إن الإسلام يسوي بين المرأة والرجل إلا في قضايا صغيرة جزئية في الطهرة والصلاة مما اختص الله به بنات حواء أما غير هذا فالنظر الذكوري الموجود اليوم لا صلة ليشرع إلا بها إن الله عز وجل قد خلق المرأة من ضلع آدم وتأملوا يرعاكم الله من ضلع آدم لم يخلقها من رأسه فتدوسه بقدمها فتكون فوق يكونه أسفل لا ولم يخلقها من قدمه فيدوسها هو ولم يخلقها من بطنه فتسير أمامه ويمشي وراءها ولم يخلقها من ظهره فيسير أمامها وتمشي وراءه بل خلقها من جنبه ليسير معا إلى رضوان الله لا تميز عندنا في شرع الله بين امرأة وعندنا الولية الصالحة عندنا العابدات القانتات عندنا العفيفات الطاهرات عندنا العالمات ابن حجر تعلم من عالمات ومحدتات ابن حزم الأندلوسي ونحن تلقينا العلم عن كثير من أهل من العالمات الصالحات العابدات القانتات فلا فرق في الإسلام بين رجل ومرأة هذه النظرة الذكورية التي قد تسيء لا صلة لها برسول الله ولذلك أم عائشة انتقدت الرواية وردت الرواية واحتجت بكلام الله قلتم كيف تتشأ منكد من المرأة والله عز وجل يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها فلا صلة للمرأة ولا للدابة ولا للدار بمثل هذه الأشياء فنفت واحتجت بكلام الله عز وجل وصح كلامها فإن القرآن يثبت أن القضاء والقدر من عند الله وأن المسلم يجب أن يستقبل هذه الأمور وأن يرضى بما قسمه الله له دون أن يرد قضاء الله ودون أن يتطير أو أن يتشائم بل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان شعاره التفاؤل عكس التشاؤم كان شعاره التفاؤل وإذا كتجدون أحيانا كانوا يقولوا اللذيخ الذي لذغته أقرب أو حيق اسمه السليم تفاؤل إن شاء الله سيصبح سليما ويصح والأعمى كانوا يسميه أبا البصير والقفر مكان قفر اسمه مفازة معنى أن من اجتازه إن شاء الله سيفوز وسيعود وقافلة النوق القافلة حين كان يسميه القافلة معنى أنها ستذهب للتجارة وستقفل سترجع آمينة سالمة وكان رسول الله يكره بعض الأسماء القبيحة ويبدلها صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه يبحث عن التفاؤل يبحث عن فأل الخير يبحث عن كل ما يفتح الأبواب يبحث عن تلك الإشارات وعن تلك الأمور التي تفتح الأفق أمام المسلم أما أن يتشائم وأن يصف المرأة بأن شؤم أو أن الدارة أنها شؤم أو أن الدابة شؤم فليس هذا من منهج أهل الحديث ولذلك العلامة ابن عبدالبر رفض الرواية التي فيها الجزم الشؤم في الدار وكذا إنما الشؤم فقال هذه بعيدة عن تصور الإسلامي ولما ذكر الحديث لا طيارة ولا شؤم وكذا قال هذه أقرب إلى الإسلام وهذه أصح الروايات وبهذا نقول هكذا كان المحدثون فانتصروا للرواية الصحيحة الموافقة لكتاب الله والموافقة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي لا تنقص من قدر المرأة ولا من قدر البيت ولا من قدر الفرس بل العكس ولذلك القرآن الكريم وجدنا فيه آيات كثيرة تبين لنا أن ما قدروا الله الآية كتقول وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا هكذا يعلمنا ما أصابك من حسنة فمن الله فلماذا نلجأ ونتهم الناس وننتقس قدر بعضنا البعض ونتشائم بل شعار الإسلام التفاؤل فكان فصل حديب لما جاء سهيل قال جاء سهيل سهل الله أمركم يتفاعل أما التشاؤم فليس من منهج المسلمين ولذلك أوصان الشرع أن نؤمن بقضاء الله وقدره حتى إذا وقع شيء نقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا أمر إلا أمره ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم لا يأتي بالخيرات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا إله إلا أنت سبحانك فالمفروض أن المسلم يؤمن بقضاء الله وقدره لأن الله عز وجل يقول قل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب فالأمر أمر الله والقدر قدر الله والمؤمن يجب عليه أن يرضى بقضاء الله وأن يعلم أن كل ما يقدره الله هو خير وأن يتوكل على الله وأن يجعل الله هو حسبه وأن يجعل الله هو على من يتكل ويستند فلا حول لنا ولا طول لنا ولا قوة لنا إلا بالله فالحديث الصحيح في هذا الموضوع هو قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا طيارة ولا هامة ولا صفر هذه عقائد جاهلية نهى عنها الإسلام وحذر منها الإسلام أن يتشاؤم الإنسان من هذه الأمور بل الذين استفيد أن الإسلام كرم المرأة وأمنا عائشة ردت على الصحابة في حديث يقطع الصلاة الكلب والحمار والكلب الأسود المرأة والحمار والكلب الأسود وردت عليهم في هذا الحديث الذي فيه الشؤم فيه ثلاثة وردت عليهم في حديث إن الميت لا يعذب بمكاء أهلي عليه قالت الله عز وجل قال ولا تزر وازرة الوزر أخرى فكانت تعارض الروايات وتقابل الروايات وتجمع الروايات وتعمل كتاب الله عز وجل وصحيحة سنة رسول الله وتعمل عقلها في الرواية وما علمته من أسباب ورود الحديث فأمنا عائشة نموذج للمرأة العالمة الفاقهة الصالحة وبناتها كثيرات والعالمات مثلها كثيرات هذا هو موقف الإسلام ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب عائشة لما سئل من أحب الناس إليك يا رسول الله قال عائشة قالوا من الرجال قال أبوها رضي الله عنهم وأرضاهم فكان الوحي ينزل على أمنا عائشة في لحافها رضي الله عنها وأرضاها هذا هو تكريم الإسلام المرأة وهكذا ننظر إلى أمهتنا فالمرأة في الإسلام محترمة أما وزوجة وبنتا وأختا وكائنا كرمه الله حين قال ولقد كرمنا بني آدم كيفما كان جنسه كيفما كان لونه كيفما كانت لغته ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا فنسأل الله عز وجل أن يجعل بركات هذه الدروس الحديثية المنيفة وأن يجعل أنوارها في صحائف مولانا أمير المؤمنين نصره الله وأيده الداعي إلى هذه الدروس والمشرف عليها فنسأل الله عز وجل أن يحرصه بعينه التي لتنام وأن يحوطه بركنه الذي لا يرام وأن يكون له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين